موسيقى اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في علاقة جديدة برنامجكم عشرة سكايب حديث عراقي البعض تحدث بلغة غريبة عجيبة عندما تنتقد الأوضاع في العراق عندما يعني تعرض الأوضاع في العراق بشكلها الواقعي المأساوي يقول لك نعم هذا حقيقي وموجود لكنك متشائم كثيرا يعني الأوضاع ليست بهذا السوء ويمكن إصلاحها واتحدث عن الإصلاح ودائما ما كنا نقول وما زلنا نقول أن النظام السياسي في العراق هذه العملية السياسية هذا اللي يأسسها المحتل من عام 2003 لحد الآن فاقدة للشرعية بكل أحزابها وقواها وكل شخصها وكل ميليشياتها وأداءها ومخرجاتها هي هو أداء ومخرجات مشوهة وأي نظام أي سلطة هذا النظام السياسي هذه العملية السياسية حتى لو كانت تمتلك الثروات ثروات هائلة نعم في العراق موارد بشرية هائلة ومعرفة وأسناد خارجي كبير نعم لديها وأسناد إقليمي يعني كبير لها لكن المشكلة لكن العطب بنيوي وليس شكلي المصيبة ليست شكلية وممكن إصلاحها يعني ليس من غير الممكن أن تأتي بشخاص آخرين والإطار باقي مثل ما هو وتقول أنه غيرنا وأحنا أصلحنا نجيب وزير الكهرباء هنا غير وزير كهرباء ونجيب هنا غير رئيس وزراء ونجيب ما أنتوا جربتوا 18 سنة جربوهن هاي الوجوه القبيحة هذه والفاسدة والحال هو الحال بل الحال يزداد سوءا فبالتالي الوضع يحتاج إلى تغيير والتغيير يطلب موقف قاطع لا مناصة عنه والشعب قالها يعني الشعب في ثورة تشرين عندما خرجوا الشباب قال أو يسقط العملية السياسية وذهاب كل هؤلاء هذا واقع الحال والموضوع يعني بقاء على حاله لا يمكن يحتاج إلى تغيير أسس الحكم مرجعياته أدواته المتهالكة الفاسدة والشخصياته الوظيفية كلها لكي نستطيع أن نبني عراقا جديدا لكي ننقذ ما يمكن إنقاذه هذا وهذا واقع الحال الحقيقي غير هذا الكلام غير واقعي وغير حقيقي ومحاولة للترقيع محاولة للكذب محاولة للعب على الناس نعم البعض يقول لك لا عندنا طباء وعندنا مهندسين وعندنا أساتذة نعم كل هذا صحيح ونحن نستطيع بهذه القوة وعقول وعندنا مفكرين وعندنا شعراء وعندنا مثقفين وعندنا حقوقين وعندنا قضات كل هذا صحيح في العراق واللات والرحمة العراقي واللات وفي العراق خبرات كبيرة لكن السؤال يبقى وهذه أسئلة ربما كثيرة في هذه الحلقة ستطرح يعني ما جدوان نمتلك أطباء جيدين مثل ما يتحدث البعض لكن نفتقد إلى منظومة صحية سليمة ترعى الأطباء وتوفر لهم السلامة وتوفر لهم الأجواء التي يعملون فيها بكل إتقان وقدموا كل ما عدهم يجب أن تكون هذه الأجواء متضمنة مستشفيات متضمنة مراكز صحية قوانين تحميهم أدوية مساندة إسناد كل الإمكانات اللوجستية هذه غير متوفرة في ذلك إلا طباء يهاجرون هذه وحدة ما فائدة أن نمتلك مهندسين مثل ما يتحدث البعض العراق نعم به مئات الآلاف من المهندسين الجيدين البارعين لكن المشكلة مو هؤلاء نحن نفتقد إلى منظومة معمارية وإطار إطار رصين إطار للبناء متميز وواجب التنفيذ هذا اللي مطلوب ما فائدة أن تأتي بمهندس وأنت ليس لديك بناء لديك تخريب ما دور المهندس فيه يعني تخلون المهندس بالتالي تدفعون ببعض منهم حشر مهندسين تدفعون إلى أن يكونوا مزورين ويكونوا جزء من هذه المنظومة الفاسدة وبالتالي لا يستطيعون أن يقدموا أبعاداً حضارية وأبعاد أبعاد بناء حقيقي للمجتمع العراقي هذه واحدة يقولون أننا نمتلك قضاء قضاء ومحامين وفقهاء بالقانون هذا صحيح لدينا من الفقهاء في القانون لدينا من القضاء ولدينا من المحامنين يغطون عين الشمس مثل ما يقال لكن لكن نفتقد إلى منظومة قضائية مستقلة نفتقد إلى منظومة قضائية عادلة وصلطة قضائية مستقلة هذا هذا هو كله إذا توفر القضاء يشتغلون إذا توفر المهندسين يشتغلون إذا توفر الأطباء يشتغلون البعض يقول أن الحياة السياسية تتحدثون عن الحياة السياسية لالإ BernardGS Sarai تختلف أما كانت قبل 2003 نعم تختلف الحقيقة لكن بماذا تختلف؟ تختلف بهذه الفوضى لدينا 420 حزب لدينا أحزاب نعم وانتخابات ومنظمات مدنية ويعني هذه كلها موجودة لكن ليست لدينا حياة حزبية ليست لدينا منظومة سياسية نزيئة وحرة ومستقلة ترعى هذا الموضوع وتحق يعني توفر آليات حقيقية للتداول تداول السلطة أما يتحدثون عن تداول سلمي للسلطة يروح عادر عبد المهدي يجيبون لي مصطفى الكاظمي يروح حيدر لعباد يجيبون لي عادر عبد المهدي يروح نوري المارك يجيبون حيدر لعباد وهكذا هذه اللعبة من هذا الإطار نفس الخربي اللي يدمر العراق وهذا وكلهم عملاء وكلهم جزء من هذا الخراب وكلهم أدوات للخراب وليس للبناء نعم نمتلك أدوات وأشكال الديمقراطية نتحدث بيها كثير لكن نفتقد لمنظومة ديمقراطية تشاركية مؤسسات ديمقراطية فعالة تنافسية سياسية وفصل بين السلطات حقيقي يعني ليس لدينا فصل بين السلطات حقيقي يعني السلطة التنفيذية داخلها بالتشريع والتشريعية داخلها بالقضائية والقضائية داخلها بالأمنية وكذبة نمتلك نعم ثروات وأموال ومقاومات اقتصادية عظيمة لكننا نفتقد إلى استراتيجية الفساد المسيطر عليها استراتيجية رشيدة نفتقد إليها نفتقد إلى وعي بسياسة اقتصادية ووطنية تحترم مال المواطن وتحترم مال الوطن وترعاه وتعرف كيف تستثمر وكيف تبني وكيف تبني الاقتصاد هذا اللي نفتقد نعم نمتلك على مستوى الإعلام نمتلك قنوات الآن يعني كانت في السابق لدينا ربما القناة العراقية قناة العراق وقناة فضائية أخرى ربما شكرت ربما قناة فضائية واحدة يعني قبل 2003 لكن الآن نمتلك مئات ربما ما عرفوا شقد مئة قناة فضائية أربعمئة صحيفة ومجلة تصدر أسبوعيا ويوميا نعم لكننا نفتقد إلى الحرية الإعلامية المصداقية إلى الشفافية في كشف الحقيقة كل هذه القنوات وهذه كل الجرائد وهذه كل مملوكة لأحزاب وقوى السلطة هذه ترعى مصالحها وتطبل لها وتؤيدها بالطريقة وانتقادات غريبة عجيبة شكلية يضحكون فيها على العالم وبالتالي وأي واحد يخرج عن هذا يتعرر للقتل أو الاعتقال أو التغييد هذا واقع الحال نعم لم تلك سياحة ونمتلك لكن نحن مستفيدين من السياحة مستثمريها بشكل صحيح كلها نحتاج إلى منظومات وهذه المنظومات من يوفرها الدولة والدولة غائبة غير موجودة فبالتالي نحن يعني هذا الكلام ما أنه مو كلام متشاهم كلام واقعي وحقيقي والتفاؤل هذا اللي يتحدثون عنه هو التشاهم هو الكذب محاولة الكذب على العالم نمتلك قوة غالبية شبابية العراق 65% من عنده من الشباب نعم وحيوية وذكية وظهرهم بثورة تشرين هؤلاء الشباب لكن نفتقد إلى منظومة مجتمعية هادفة لمشاريع استثمارية ترعى الشباب متقتلهم وتقتالهم وتجرحهم وتتهمهم بأنه جوكرية ويشتغلون هذه السفارات وهذا الكلام نمتلك ذكاء ونمتلك أفكار ونمتلك تاريخ وعبقرية لكن نفتقد سياسات سياسات استثمر هذه العقول استثمرها كرئيس مال ونعرف كيف نستثمرها في بناء الولد فنحتاج إلى منظومة رعاها نمتلك العديد من المساجد المدارس الجامعات الشركات قنوات إعلامية محاكم أحزاب لكن لدينا انحراف لدينا إجرام لدينا فساد لدينا خراب لدينا طائفية لدينا استهتار بالمواطن لدينا غياب للعدالة لدينا غياب للاستقلال للسيادة كل هذا مفقود فبالتالي الحديث عن هذا الموضوع ليس حديثا متشائمة نحن نحتاج إلى التغيير الحقيقي لذلك نتحدث عن التغيير لا نتحدث عن أصلاح أصلاح بماذا تصلح أنت تحتاج إلى كل هذه منظومات منظومة ترعاها الدولة والدولة غائبة وهذه الدولة لا تأتي لأن هناك أحزاب وقوة وعملية سياسية تمنع قيام الدولة فلابد من نزاحة كل هؤلاء تغيير كل هؤلاء لكي تبني منظومة وطنية جديدة دولة جديدة تبنيها على أسل الصحيحة لكي توفر هذه المنظومات لعمل كل هذه الاختصاصات وكل هذه الخبرات والكفاءات العراقية العراق بلد ولود نعم والرحمة العراقية ولود بالخبرات والعقول الكبيرة نعم هذا هذا واقع حال لكن هناك من يمنع هذا ولابد من إزالة من يمنع هذا أشكركم وأترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة